بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نواصل على بركة الله في حل تمارين حول الجذور التربيعية السنة الرابعة متوسط طبعا اليوم أقوم بحل تمارينين ليس من عندي وإنما أنتم من اقترحتم هذين التمارينين طبعا للذي لا يعلم رابط صفحتي دائما تجدونه أسفل الفيديو طبعا يمكنكم الاستفادة كثير من الصفحة فيها تمارين وإلى غير ذلك وإيضا يمكنكم اقتراح تمارين كهذين التمارينين تمارينين التماريني اليوم من اقتراحكم أنتم نبدأ على بركة الله التمارين الأول ماذا يقول تمارين هو من شهد تعليم المتوسط يقول يكون العددان الحقيقيين A و B حيث A يساوي 9 على 7 في بين قوسين 10 على 3 ناقص 1 B هي 5 جدر 3 زائد 3 جدر 12 ناقص جدر 48 سؤال الأول بيين أن A عدد طبيعي سؤال الثاني عفوا سؤال الثاني أكتب B على شكل A جدر 3 حيث A عدد طبيعي سؤال الثالث أكتب A على B على شكل نسبة مقامها عدد ناطق نبدأ مع السؤال الأول قال لي بيين أن A عدد طبيعي الآن في شهد تعليم المتوسط يقول لك بيين أن A عدد طبيعي أو عدد عشوري أو بيين أن A يساوي B أو بيين أن A يساوي 2 B لا يهم ماذا يقول لك هنا بيين أو أحسب أو هي نفس الشيء بيين هنا معناها أحسب ما معنى بيين أن A عدد طبيعي معناها أحسب A وسوف تجد النتيجة هذا الطبيعي هذا ما معنى الآن A ماذا يساوي ساوي 9 على 7 في 10 على 3 ناقص 1 قلنا الأولوية في الحساب لماذا؟ قلنا الأولوية للحساب الأقواص ثم الحاضينات ثم الضرب القسمة ثم الجمع والطرح هنا لا تتسرع لا تقول الأولوية للضرب لا بما أنه يوجد أقواص الأولوية للأقواص قبل الضرب والقسمة معناها نكتب 9 على 7 في هنا 10 على 3 ناقص 1 قلنا في الجمع والطرح نوحد المقامات كيف نوحد المقامات؟ شرحت في درس مضى كيف نوحد المقامات؟ لذلك الذي لا يجد تحيد المقامات يعود إلى الدرس قلنا هذا المقام 3 هذا 1 أضرب المقامات في بعضها 3 في 1 يساوي 3 ثم 3 على 3 1 في 10 يساوي 10 ناقص 3 على 1 3 في 1 يساوي 3 طبعا أنا أحل بسرعة لأنني شرحت فيما مضى الذي لا يفهم يعود إلى شرح الدرس أولا ثم يتابع معي الآن يصبح لدينا A يساوي 9 على 7 في 10 ناقص 3 ماذا يساوي؟ يساوي 7 على 3 A يساوي لدينا هنا في البسط 7 وهنا في المقام 7 والعملية يوجد الضرب والقسمة عندما يكون لديك العمليات الضرب والقسمة وفقط الضرب والقسمة وفقط والعدد الذي في البسط نفسه في المقام أستطيع أن أتخلص من العددين أعيد قلت إذا كان لديك العمليات الموجودة ضرب وقسمة فقط جمع والطرح غير موجودين لو يكون الجمع والطرح لا تصلح هنا الضرب والقسمة فقط تصلح والعدد الذي في البسط نفسه في المقام تخلص منهما هنا يذهب مع سبعة ماذا يبقى؟ يبقى تسعة على ثلاثة وتسعة على ثلاثة ماذا يساوي؟ يساوي ثلاثة بسيطة بيّنت له أن A هو عدد طبيعي انظروا هو يساوي ثلاثة السؤال الثاني قال لي أكتب بي على الشكل أجدر ثلاثة حيث أعدد طبيعي أيضا السؤال الثاني بسيط لماذا بسيط؟ هنا سهل لي أعطاني ما تحت الجدر متى تكون صعبة قليلا إذا قال لك أكتب على الشكل A جدر B مجهول لكن هنا قال لي A جدر ثلاثة بيّن لي ما هو العدد الذي يكون تحت الجدر هو ثلاثة الآن لدي خمسة جدر ثلاثة زائد ثلاثة جدر إثنى عشر ناقص جدر تمانية وأربعون هو سهل لي العملية قال لي تحت الجدر يبقى ثلاثة الآن إثنى عشر إثنى عشر كيف أكتبه؟ أقسم على ثلاثة دائما قلت لكم إذا اكتشفتم العدد الذي يبقى تحت الجدر نقوم بالقسم عليه وفقط هنا لم نكتشف العدد الذي تحت الجدر سهل علينا هو الذي قال لي قال لي أن ثلاثة هو العدد الذي يكون تحت الجدر نقسم إثنى عشر على ثلاثة نجد أربعة في ثلاثة ناقص جدر تمانية وأربعون نفس الشيء تمانية وأربعون تقسيم ثلاثة هي ستة عشر في ثلاثة إذن يساوي خمسة جدر ثلاثة هنا جدر أربعة يساوي اثنان لكن عندما يخرج يجد ثلاثة اثنان في ثلاثة ماذا يساوي؟ يساوي ستة طبعا كل هذه الأمور مشروحة سابقا هنا جدر ستة عشر يخرج يساوي أربعة الآن بماذا يساوي؟ قلنا في الجمع والطرح إذا كان لدي نفس العدد تحت الجدر أستطيع أن أجمع وأطرح هنا لدي جدر ثلاثة جدر ثلاثة جدر ثلاثة لدي نفس العدد تحت الجدر إذن يمكنني أن أجمع أو أطرح خمسة زائد ستة أحد عشر أحد عشر ناقص أربعة كم يساوي؟ يساوي سبعة بي يساوي سبعة جدر ثلاثة طبعا الذي تابع الدروس الماضية وكيف شرحت سوف يجد أن هذا التمرين هو تمرين بسيط الآن سؤال الثالث ماذا قال لي في السؤال الثالث؟ قال لي أكتب آ على شكل نسبة مقامها عدد ناطف أيضا هذه مشروحة سابقا لا تقول لي يا أستاذ أين مشروحة سابقا المشكلة فيكم أنكم لا تجتهدون الفيديو فيها عشرون دقيقة تدخل تتفرج دقيقتين أو ثلاث دقائق وتخرج وتقول لي يا أستاذ أين الشرح؟ الإنسان المجتهد الذي يتابع الشرح إلى آخره ويركز مع الأستاذ يجد أنني شرحت هذه ببساطة وبالتفصيل في آخر الفيديو لكن الذي يتفرج دقيقتين أو ثلاثة ويخرج هنا شيء آخر قلنا السؤال الثالث قال لي أكتب آ على ب على شكل نسبة مقامها عدد ناطق آ على ب طبعا أنت في شهد تعليم المتوسطة عندما يقول لك أحسب آ تحسبه ويقول لك أحسب بي تحسبه الآن عندما يقول لك آ على ب تستعمل النتيجة المبسطة لا نستعمل آ و ب في الأسئلة لا نستعمل آ هذا و ب هذا قال لي أحسب آ و حسبته و ب حسبته الآن في آ على ب لا نستعمل هذه المعقدة نستعمل المبسطة ماذا وجدت آ عندما بسطت آ ماذا وجدته وجدته يسوي ثلاثة عندما بسطت بي ماذا وجدته وجدته يسوي سبعة جذر ثلاثة إذن هنا استعمل المبسطة آ بسطتها وجدتها بسطتها سابقا وجدتها ثلاثة و ب وجدتها سبعة على جذر ثلاثة طبعا قلنا الذي تابعني سابقا في الشرح ماذا قلت لك قلت لك عندما يقول لك اكتب الكسر التالي على شكل نسبة مقامها عدد ناطق قلت لك تنظر إلى المقام إذا وجدت في المقام عملية ضرب مثلا هنا 7 جذر ثالثة هي 7 في جذر ثالثة ماذا نفعل نضرب البسط والمقام في الجذر الموجود في المقام ما هو الجذر الموجود في المقام هو جذر ثالثة إذا نضرب البسط والمقام في الجذر الموجود في المقام هذه إذا كانت هنا عملية ضرب إذا كانت عملية جمع أو طرح شيء آخر قلنا وقمت بشرحه سابقا إذن A على B ماذا يساوي ثالثة في جذر ثالثة لا أستطيع أن أحسبها تبقى كما هي وهنا جذر ثالثة في جذر ثالثة ماذا يساوي يساوي جذر تسعة وجذر تسعة ماذا يساوي يساوي ثالثة لكن لدي سبعة سابقا سبعة في ثالثة ماذا يساوي يساوي واحد وعشرون أكرر قلنا جذر ثالثة في جذر ثالثة ماذا يساوي يساوي جذر تسعة وجذر تسعة ماذا يساوي يساوي ثالثة ولدي سبعة سابقا ثالثة في سبعة يساوي واحد وعشرون انظر لقد كتبت هذا الكسر على شكل نسبة مقامها عدد ناطق ما معنى أكتبها على شكل نسبة مقام وعد ناطق معنى تخلص من الجذر في المقام البسط لا يهم فيه جذر ليس فيه جذر لا يهم المهم أن تتخلص من الجذر في المقام البسط لا يهم هذا ما معنى أكتب الكسر التالي على شكل نسبة مقامها عدد ناطق تمرين بسيط قلنا الذي يركز الذي يجتهد لا تقول لي أن الرياضية صعبة الرياضية صعبة لأن التلاميذ لا يجتهدون فقط يريد أن ينجح بدون اجتهاد وهذا مستحيل يا أحباء يجب أن تجتهدوا كثيرا الآن بعد هذا التمرين الذي اقترحه زميلكم يوجد تمرين آخر اقترحته زميلتكم وهو التمرين 5 صفحة 26 ماذا يقول هذا التمرين 5 صفحة 26 ننظر معا ها هو التمرين 5 صفحة 26 يقول أكتب كل عدد من الأعداد التالية على شكل قوة للعدد 10 ما معنى أكتبه على شكل قوة للعدد 10 ما معنى أكتبه على شكل 10 أس 1 10 أس 2 10 أس 3 10 أس 5 10 أس 4 هذا ما معنى أكتبه على شكل قوة للعدد 10 نبدأ مع بعضنا البعض أول عدد أول عدد هو جدر عشرة أس إثنان طبعا قلت فيما مضى إذا كان الأساس موجب عشرة هو عد موجب يمكنك أن تقول الجدر يذهب مع المربع وتبقى مع العشرة هنا تصلح لكن إذا كان سالبا لا تصلح لو كان مثلا جدر ناقص عشرة أس إثنان هنا لا تصلح لا نقول الجدر يذهب مع المربع هذه تصلح عندما يكون الأساس موجب لكن عندما يكون الأساس سالب ماذا نفعل قلنا لا نقول الجدر يذهب مع المربع نحسب عادي ناقص عشرة أس إثنان تساوي مئة جدر مئة ماذا يساوي يساوي عشرة هكذا انظر هذا العدد كتبته على شكل قوة للعدد عشرة ما معنى قوة لعد عشرة عشرة أس واحد أس اثنان أس ثلاثة أس أربعة في هذه الفكرة بسيطة أن المربع يذهب مع الجذر إذا كان الأساس موجب الذي بعده هو عشرة أس أربعة الآن أنا حتى يذهب الجذر مع المربع يجب أن يكون هنا أس اثنان وليس أس أربعة حتى أقول الجذر يذهب مع المربع الآن هذه أس أربعة أكتبوها على شكل أس اثنان أس فيه اثنان كيف أكتب عشرة أس أربعة على شكل أس فيه اثنان بسيطة جدا عشرة أس أربعة هي عشرة أس اثنان أس اثنان الذي يتذكر درس الأسس في الثالثة متوسط قلنا عندما يكون أس أس ماذا نفعل للأسس نضربها في بعضها اثنان في اثنان ماذا يساوي يساوي أربعة عندما يكون لديك أس أس مرتين الأس استضربها في بعضها الآن نقول الجذر يذهب مع المربع ماذا يبقى لدينا يبقى لدينا عشرة أس اثنان هذه هنا هي عشرة أس واحد الواحد أستطيع أن لا أكتبه أربعة هي عشرة أس اثنان أس اثنان أس اثنان لماذا قلنا عندما يكون لديك الأس مرتين أضرب الأسس ثلاثة في اثنان يساوي ستة الآن ماذا يحصل قلنا يذهب الجذر مع المربع وتبقى عشرة أس ثلاثة لكن دائما أذكركم هذه لا تصلح الجذر يذهب مع الأس إلا إذا كان الأسس موجب حذاري لو يكون الأسس سالب لا تصلح يجب أن يكون الأسس موجب ونكمل كل التمرين هكذا لدي عشرة أس ناقص ستة ماذا يساوي ناقص ستة ماذا يساوي عشرة أس ناقص ثلاثة أس اثنان كيف عرفت قلت نضرب الأسس ناقص ثلاثة في اثنان يساوي ناقص ستة يذهب الجذر مع المربع ماذا يبقى يبقى عشرة أس ناقص ثلاثة تقول توقف يا أستاذ أنت قلت لنا هذه القاعدة لا تصلح إلا إذا كان الأسس موجب والأسس سالب لا حذاري هذا ليس الأسس سالب الأس هو الذي يكون سالب الأسس ليس سالب عشرة أس ناقص ثلاثة صحيح أن الأسس سالب لكن العدد ليس سالب لو تحسب عشرة أس ناقص ثلاثة بالألة الحاسبة تجده 0.001 حذاري لا يكون العدد سالب إذا كان الأس سالب لا متى يكون العدد سالب إذا كان الأسس سالب فرقوا بين الأسس والأس الأس سالب العدد ليس سالب لكن لو كان الأسس هو الذي يكون سالب لو العشرة هذا هو الذي سالب يكون العدد سالب لكن الأس سالب لا الأس سالب لا يعني أن العدد سالب يعني هو 0.01 0.01 0.001 إلى آخره لذلك حذاري لا تقول أن هذا العدد سالب لا هو عدد موجب العدد الذي بعده هو 10 أس 10 كيف نكتب 10 أس 10؟ بنفس الطريقة هو 10 أس 5 أس 2 لأن 5 في 2 يساوي 10 الآن قلنا الجذر يذهب مع المربع ماذا يبقى؟ يبقى 10 أس 5 العدد الذي بعده 10 أس ناقص 20 كما قلت لك حذاري أن تقول هذا العدد سالب هذا العدد ليس سالب هو عدد موجب قلنا يكون العدد سالب إذا كان الأسس سالب لكن الأس سالب يبقى العدد موجب 10 أس ناقص 20 كيف نكتبها؟ هو 10 أس ناقص 10 أس 2 لماذا؟ لأن ناقص 10 في 2 يساوي ناقص 20 يذهب الجذر مع المربع يبقى 10 أس ناقص 10 آخر عدد معنا هو 10 أس جذر 10 أس ناقص 100 كيف نكتبه؟ طبعا نكتبه 10 أس ناقص 50 أس 2 لماذا؟ لأن ناقص 50 في 2 يساوي ناقص 100 يذهب الجذر مع المربع يبقى 10 أس ناقص 50 دائما أذكركم هذه القاعدة تصلح فقط عندما يكون الأساس موجب لو يكون الأساس سالب لا تصلح هذه القاعدة نحسب مباشرة أرجو أن تكونوا قد فهمتم هذين التمرينين بالتوفيق يا أحبائي في تمارين أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر